حرب غزة تتعمق والمواقف الدولية تتشعب وبين كل المواقف دولتان تغيران المشهد الصين وروسيا دعوات صينية وتحذيرات روسية كلها تتفق على رفض الحرب الإسرائيلية في غزة وهو ما تحدثت عنه صحيفة وورستريت جورنال التي ذهبت إلى حد القول إن الصين وروسيا تبدوان في موقف أسمى أخلاقيا من الآخرين موسكو ومنذ بداية الحرب حذرت من انزلاق الوضع وتحوله إلى حرب إقليمية حتى إنها حاولت دون جدوى دفع مجلس الأمن لقرار يفرض وقف النار في قطاع غزة موقف الدبلوماسية الصينية كان واضحا أيضا منذ اليوم الأول وقف الهجمات على القطاع بكين اعتبرت أن إسرائيل تتسبب في كارثة لم يسبق لها مثيل الصين نددت أيضا باستهداف المدنيين وطالبت بوقف العقاب الجماعي على سكان غزة واعتبرت ما تقوم به إسرائيل يتجاوز مبدأ الدفاع عن النفس وجددت الدعوة كما روسيا لحل الدولتين ولم تتوقف عند هذا الحد حيث دعى مندوب الصين في مجلس الأمن إلى رفع الحصار فورا عن قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات وبالتزامن مع تولي الصين رئاسة مجلس الأمن الدولي أكدت أن غزة ستكون محور اهتمامها لكن وبعد مرور شهر على اندلاع الحرب لا شيء تغير ولا تأثير على مجريات الأمور حتى الآن دولتان بحجم الصين وروسيا لم تؤثر حتى الآن على الأقل على الواقع الحاصل في قطاع غزة